ومثل ما تعودنا أصدقائي مع بداية كل شهر أكيد عننا تطبيقات جديدة ومع بداية شهر ثلاث شهر مارس أكيد خلنتعرف على تطبيقات جديدة وبفيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي رجعنا بهذا الفيديو رح نحكي فيه أكيد عن تطبيقات شهر مارس شهر ثلاث لكن قمنا بهذا الفيديو أصدقائي شكر كبير لكل أشخاص اللي ساعدوني بتطبيقات فعلا هذا الشهر ما في ولا تطبيق أنا يمكن فقط اللعبة كل التطبيقات هي كانت من مساعدتكم من تطبيقات المتابعين وكتشفت أنه فعلا عم بقدموني تطبيقات ولا أرواع من هيك وقمنا نداء أصدقائي باسمار راح بذكر اشتراك بالقناة بنفعل القناة بشكل كبير وكيد حابت تساعدني بهاي سلسلة كل ما عليك أنك تروح لإنستجرام تابعني وتبعث لي التطبيق اللي انتحب عنه ورجاء أنا بعثت لي رابط وشرح بسيط عن التطبيق ومباشرة مع أول تطبيق تطبيق وانا كوك أو أطبخ ايه من اسمه مبين أنه هو تطبيق لأهلنا وحبايبنا وأخوتنا من مصر تواصلوا معي فريق هذا التطبيق وفعلا تطبيق يستحق الدعم بعرف راح تحكوه أنه مو متعاودين على هيك شغلات على القناة عندي لكن يا جماعة أي مشروع أو تطبيق عربي فيه هيك شغل امرتبوا محترم لازم ندعمه شاركوه مع أهلكم مع أصدقائكم مع أي شخص من أهلكم مهتم بالطبخ مباشرة نفوت على هذا التطبيق ونشوف أو ما ندخل عليه راح يعطيك عدة يعني وصفات فيه وتطبيق حوالي عشرين ألف وصفة وبينزلوا باستمرار عندك شيء بالفيديو شيء بيكون مكتوب كتابه وفي عندهم أيضا وصفات صغيرة فيك تحفظ الوصفات تنزلها عندك تطبيق رهيب يا جماعة كبير الدزاين تبعه سهل وبسيط وخفيف كل ما عليك أنك تروح أكيد على صندوق الوصف راح يكون رابط التنزيل وشاركوه مع أصدقائكم لازم ندعم هذا التطبيق أصدقائي وننتقل للتطبيق الثاني وتطبيق الثاني كليك تو تشات وهذا التطبيق من صديقنا أحمد مشكور كثير هذا التطبيق أنا شخصيا ساعدني بشكل كبير ورح يساعدكم كل ما عليك أنك تكبس عليه يفتح لك هذه النافذة الصغيرة البسيطة ماذا يفعل لك يا؟ إذا تراسل أي حدا على الواتساب بدون ما يحفظ أو تحفظ رقمه عندك كل ما عليك تحط النداء الدولي هون وتحط الرقم هون وأوبن رح يفتح لك معادثة معه بدون ما تحفظ الرقم إذا كانت مثلا شركة أو أي شخص تراسده بدون ما تحفظ رقمه عندك هذا التطبيق يعطيك الحل المناسب إليك شكرا مرة ثانية أحمد على التطبيق الرائع تطبيقنا الثالث أصدقائي واللي هو سي سيم شوفوا هذا التطبيق واسع جدا وكبير جدا أولا مقدم من صديقنا إبراهيم شكرا كثير إبراهيم أعطاني شرح تفصيلي عن التطبيق صراحة الفكرة منه أنه بيساعدك على عمليات بحث ولا أسرع ولا أسهل من هيك متى ما نازلت التطبيق أعطيه صراحيات وطلب صلاحيات على الأسماء الكونتاكتس الموجودين متى ما كتبت اسم الشخص مباشرة أنه بيكون ماخذ صلاحي أو أكسس وصول إله بيطلع لك هون بيطلع لك عوين أكثر مكان أنت بتحكي معه بتتحدث معه فمباشرة تدخل عليه وبتحكي معه بهذه البساطة وهالسهولة طيب رح تحكي لي التطبيق بس هيك بيقول لك لا التطبيق مليء بالاختصارات يا جماعة لو دخلنا عليه بهذا الشكل رح تشوف طبعا أكيد في منه نسخة مدفوعة بتعطيك خيارات كثير كبيرة يا جماعة شرح التطبيق رح ياخد كثير وقت لكن اللي بيحكي لك يا أنه فيه اختصارات هائلة جدا مثلا بأي مكان طبعا هو بيطلع لك مثل هون على جنب أنت أيضا فيك تفعلها مثل يعني مكان صغير أو مقبض صغير تكبس عليه مباشرة بياخدك عليه بتصير تروح على أي مكان بدك يا أو اختصارات أنت بتحطها مثلا الاختصارات أنك تعمل إلك للموقع بأي مكان مدى ما تضغط بدخلك على الموقع وبيشارك موقعك مباشرة شايفين كل هدول فيك تعملهم اختصارات طبعا هون الأذونات هون الإعدادات في حال بك تفوت على الإعدادات ومتوافق مع نوفو لانشر ومع نفس الوان يو آي تطبيق أنا بنصح فيه بشكل كبير بالنسبة للناس اللي حابين يعملوا اختصارات لكل شيء شايفين هون انت فيك تخصص وصير تضيف اختصارات لكل هدول صديقنا ياسر من العراق بشارك معي تطبيق فعلا جميل ويبدو ياسر عم بيعاني من مشاكل فلا هيك عطينا هذا التطبيق تطبيق اسمه لاتمي سليب يعني اوما تقرأ انت لاتمي سليب يعني خليني انام او دعني انام بتقول ابصر شو بيعطيك شيراح لانهم لكن لا التطبيق يا جماعة رهيب جدا مثلا دخلت عليه أعطيه من هنا نفعل له هاي الخاصية انه يعني يتفعل تشغيل وبتروح بتعطيه توقيت هذا التوقيت مثلا انا حطيته ونفرض الساعة ستة مثلا ونفرض ليل للستة الصبح وتعطيه تشغيل بهاي الفترة هاي الفترة النوم تبعك بيوقف الدخول او الاكسس للبصمة ما عد في حدا يعمل بصمة فيبدو انه الرجال بيعاني من مشاكل في حدا بدخل على هاتفه بالليل فحب يبحث ويلاقينا هذا التطبيق طبعا اكيد من باب المزح لكن فعلا تطبيق رهيب يا جماعة بيكفر لك التليفون ما عد يفتح بهاي البصمة خلال هاي الفترة لازم تفوت وتحط الرقم السري وبعدها فيك ترى تعطله من جوه فاي حدا بيحاول يعمل معك هاي اللعبة انتو نايم ببصمك بيعمل لك هاي الحركات حلوا هذا التطبيق فعلا جميل جدا اللي بيعانون هاي المشاكل اما التطبيق اللي بعد ولي هو هابت ثلاثمائة وستين من صديقنا مهيمن العراقي جماعة كتبولي انتو من وين كل واحد بيحط الطبيق يعطيني تعريف بسيط عنه حتى الاسم لان احيان الاسماء بتكون على نفس الانستجرام بيحطوها بطريقة مخربطة فما رح يعني مخاف اني اقرأهم بطريقة غلطة المهم هابت ثلاثمائة وستين التطبيقات اللي بيعطيك عادات يومية انت بتصير تخصصها وعلى حكي صديقنا مهيمن انه ساعدوا كثير التطبيق فمثلا انت بتبلش تخصص عندك هاي الاشخاص الذين لديهم اهداف ينجحونه بتحط انت اهداف معينة بتحط عادات معينة انت بتعملها بيظل يعطيك اياها ويبعث لك فيها اشعارات ويعطيك مقدار الانجاز اللي انت عم تعمله ويعني بيحفزك بشكل يومي على نفس هاي العادات فاللي يبحثوا عن هاي الامور يعملوا هذا التطبيق نزلوا هذا التطبيق وبيحفزهم بشكل كبير لانه بظل يعطيك نتائج اللي انت عم تعملها على مدار الاسبوع على مدار الساعة فاللي بنظم وقته بشكل جيد انا شخصيا عندي مشكلة موضوع تنظيم الوقت صراحة فهذا بيساعدك بشكل كبير على تنظيم وقتك وانك تحقق اهدافك وتمشي على العادات السليمة اللي انت بتمارسها بشكل يومي صديقنا صلاح من الجزائر بيعطينا تطبيق او يعني بالعربي لافلائحة يعني شوي الاسم غريب طيب هذا التطبيق بالنسبة للناس في كثير انا الي اصدقاء انا متأكد رح يحتاجوا هذا التطبيق بيعانوا من يعني نسيان فقدان للذاكرة بشكل كبير فكل شغل يبضل يحطوا يفوتوا يحطوا الارمات والتذكير ومنبهات هذا التطبيق بيعطيك جدول كامل انت ببليش تضيف من هون بتحط التاريخ كذا شو الشي اللازم تعمله ويبليش يعطيك تنبيهات عليه اذا هي قائمة انت لازم تعملها ممكن تكون بتنسى او الاخري فهذا بيعطيك اياها بيذكرك بالمهام اليومية ايضا يعني بيساعدك انت تنظم وقتك او مثلا ما تنسى مواعيدك فبيعطيك ادارة لكل مواعيد بشكل لطيف وسليم وانيق وكالعادة اصدقائما من هي حلقتنا الا بتطبيق الخلفيات واللعبة بتكون بالنهاية مع تطبيق الخلفيات لصديقنا ايضا هاي الحساب له شكرا كثير لكن اسمك انا بعتذر ما بدي الفظه بطريقة غلط ما عرفت الفظه فرجعنا اكتبوا لي اسمكم هذا التطبيق يا جماعة بيعطينا خلفيات جميلة واللي يميزه انه بيعطيك خلفيات نفس الهواتف فانت من هون عم بتشوف خلفيات لكل الهاتف مثلا هون لريدمي نوت هون للغالكسي يعني بيعطيك كل الخلفيات الموجودة بالهواتف فلو عجبك اي شيء منهم بتروح بتنزل مباشرة طبعا هون اكيد في عنا المجموعات لكل شركة شايفين هون سامسونج هون شاومي هون ريال مي موتورولا الى اخره فتشكيلة جميلة من الخلفيات فيك تنزلها عندك وتختارها بوضوح عالي ودقتها جدا جميلة واخيرا اصدقائي مع لعبتنا اليوم والتي هي اسمها استامبل جايز هاي اللعبة اللي بلعب على الكمبيتر بيعرفوا فيه لعبة اسمها فول جايز هاي مشابهه لها بشكل كبير المهم فكرة اللعبة انه انت بتكون والثنى وثلاثين لاعب طبعا حقيقيين ملتي بلاير بتحتاج الاتصال بالانترنت وبدخلكم على مثل السباق السباق فيه حواجز كثير لكن اللعبة مستفزة يا جماعة يعني انت تكون مع الثنى وثلاثين واحد تكون تقطع وهي المسافة وفيها كثير من المعويقات نفس الوقت انت معنا غير حركة انك تركض وايضا اه تنط طلق تنافس معهم وعادة بتبلش اول اربطاشر شخص ممكن يفوز بعدين تبلش شوي شوي تصفيات بتقل اي انا وقاعد طبعا بترجع بتعيد لحتى يوصلوا اول اه او ستعشر شخصهم حاطين اول ستعاشر يعني هنة اللي بوصلوا فاللعبة التحكم فيها ابدا مو سهل هذول بصيروا يدفشوك بصيروا وقعوك بحاولوا انهم يسقطوك او هاي انا سقطت المرة الثانية طبعا ايجيت على مرحلة جدا صعبة ثلج فحتى التحكم مزعج نحاولوا النط بهذا الشكل صار يزحف اللعبة جميلة تحدي فيها صعب والله شوي لعبتها وجبت نتائج جيدة بس يبدو لانه عم بصور تخرب هيك كالعادة طيب اصدقائي ما بدي انا اطول كثير عليكم لكن هي فكرة اللعبة حلوة كثير فيها تحدي وتنافس كبير لحد الان شوفه اثنين بس اه وصل هيك اصدقائي احنا وصلنا لنهاية حلقتنا لنهاية الفيديو اليوم برجع بذكر روابط لكل شيء رح تكون موجودة بصندوق الوصف اكيد برجع بحكي حاب انك تدخل معي بهاي السلسلة وتساعدني وتريحني اكتب لي تطبيقات بدي تطبيق رابط التطبيق شرح بسيط عنه وعرفني بحالك حتى استطيع اني اذكر اسمك واقدم لك شكر كما اكم عبيدة من قناة تك توبيا اصدقائي لا تنسونا من دعم وكي تذكرني اكثر تطبيق عجبك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته